طيب الرجالة دايما بيقولوا نسيت المصرية المادة الخام للنكد انت بقى بتقولي ان الستات عندهم فرفشة وعندهم طاقة ايجابية وان الرجالة هو والراجل هو اللي بطبعه نيكادي اه والله العظيم والله العظيم بيحبوا النكد بطريقة ونيجي يقولك ما انت نكدت عليك لا اخوة حضرتك اللي نكدت اللي خلتها تنكد عليك انت عملت حاجات تخليها تنكد عليك وبعدين يجي طول اليوم يبقى طول اليوم الراجل في الشغل والست ده معظم الستات الست في البيت مع الولاد في المدرسة في المشعارفة ايه بتشتغل عشر تلاف شغلانة بالزبط ايه انت عملت ايه طول اليوم يعني اعمل ايه دي بقى كباية شاي خشت بخلنا حاجة انا كلها امي اعملي مش عارفة ايه دا البيت مش نضيف والنبي يعني هي المفروض ترد عليه تقول له لا يا حبيب قلبي سيء عكيد طبعا هي قريدي اصلا يعني هي بتبقى نفسها هو ييجي يقول لها حاجة حلوة عشان عشان هي ما تنكدش عليه ولا لا 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 خلاص انا هنزل وقعد مع صحابي على القهوة عبقى انا طول اليوم قعدة ما استنيك ترجع تقعد معي طب ما انت اللي بتخليها تنكد عليك انه هي مش نكدية والله العظيم ادوا لها بقدوا بس الفرصة للستات انه ما يفرفشوا والله العظيم هيبقول لتنين اصعد اتنين في العالم بقد بس الرجالة تساعد الستات شوية بس كفاية ذكورية زيادة عن اللزومة كفاية استعلاق وامانية طيب انت بتقولي الراجل ولا يمفع نتكلم معي وهو راح الشغل ولا يمفع نتكلم معي لما يرجع من الشغل لا ثانية واحدة ثانية واحدة راجع من فاشت كلمة اول ما يسحى من النوم وهو بياكل وهو بيشاكوا بيت الشاي وهو راح الشغل وهو راجع من الشغل قبل ما ينام يبقى كده مش مفاشت كلمة معي في الوقت لا انا باخد معاد في معاد حضرتك بس احنا يوم الخميس الساعة ستة ونص عندنا موضوع زي نتكلم والله اسهل حاجة عايزة تتكلمي في حاجة جد معجوزة خدي منه معاد انت بتعملي كده بتاخدي معايت او والله بساعد اجيبولك اعمل حسابك ان انت يوم كزا الساعة كزا هنوعى نتكلم في كزا عندنا احوار في كزا عايزيني نتكلم في كزا ولو طلع عنده في المعاد اللي انت حددتيه حاجة مهمة نلاقي معاد تاني مفيش مشكلة عندك مرونة اه لا لا طبعا مفيش مشكلة اه ما تنكديش بقى وما تزنيش وما تزعلش وتتقمس لا بس لو جاء معادنا وما تكلمناش لأ بقى النكد عادي بكرا النكد بكر عارفتي اIGN ما هيه كان بقى هو اللي جاب النكدنفس هو اللى تواجد عن delight والانت بتاكل ولا تبتنيم او انت ص опять ولا اي حاجة انا سايبك خالص خدت منك معاك ما تجنيش بقى اللي انا جايزة في المعاد بتاعي لا شكرا بقى خالص اما انتم كده اللى بتقولي ايه نكدي علي صح Beamado بالمناسبة ده فيه خطاب كرتوني كده فيه كلام كرتوني بيتقال كده في السوشيال ميديا زي ايه؟ مش عارفة الرجالة يعني كلام مهين للراجل ومهين للستات كده الحيات الجو اللي هو بتاعه؟ الجو الكرتوني ده هو فيه حد بيسمع الكلام ده؟ يعني فيه حد بيصدقوا؟ رجالة اصلاً ما بيصدقوش الكلام ده حاجات فيه تفاصيل كده ما بين سوشيال ميديا بحر كبير لو ركزنا فيه كلنا هنغرق فانت فيه حاجات كده تسيديها تعديها عدت عدت معدتش ما توقفيش هنا بقى التجاهل هنا التجاهل ضروري التجاهل دي حاجات بنتجاهل فيه وفيه حاجات ما بنتجاهلش ترجمة نانسي قنقر